كيف يمكن حقيقة تفسير هذا المشهد وهذا العجز من قبل مصر؟ أنا أقدر أفتهم أنه من كثر المحددات والمعاهدات والاتفاقيات التي عقدتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن أنور السادات جعلت مصر مكبلة بطريقة غير معقولة المؤسف جدا أنه كل هؤلاء الذين حكموا مصر منذ بداية الزيارة إلى القدس الشريف لأنور السادات ولحد هذه اللحظة لا يستطيعون أن يفهموا شيء واحد في المعادلة أن مصر ومكانتها أكبر بكثير من أن تربط وتقيد بمثل هذه المعادلة وأنها إذا اتخذت قرارا واحدا جريئا ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل أن يركضوا إليها محاولين ترضيتها ومنعها من أن تذهب إلى أبعد من ذلك ترجمة نانسي قنقر